انطلاق موصم البذري والحرث بولاية تيميمون موعد نحرص فيه الفلاحون على تسخيل العتاد الفلاحي اللازم لا سيما وأن كل الظروف متوفرة كخصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية ورانا وفرنا كل شيء وفرنا لزرعة للونغري لشركة المرافقة للموسم وفرنا كل شيء إن شاء الله وهذه انطلاقها إن شاء الله انطلاقها طيبة ولا نجينا لنا بادينا نخدمه في الأرض نوجدها بنزرعها لوقت الحرث ضرور لازم الفلاح يكون يختال بوزور لتكون نضيفها ونعيزها وخليها من سوائب نجاح عملية الحرث والبذر مرونة بالمرافقة الفعالة للمصالح الفلاحية من خلال الإرشاد الفلاحية ومع توفر المحطات الفلاحية بهذه الولاية وتوسعها فتحت أفاق للشراكة الجزائرية الإيطالية في مجال المحاصيل الكبرى وهي تجربة ستعود بالفائدة على القطاع الفلاحي بهذه الولاية تم منح لشركة إيطالية بيف في إطار الشراكة الجزائرية لـ 26 ألف هكتار وستبدأ إن شاء الله عملية الحرث والبذر خلال هذه الأيام وكذلك منحنا مؤخرا في إطار الرواق الأخضر لمستطمر 12 ألف هكتار وهذا لإنتاج البدود نرفق الفلاحين كذلك من ناحية الإدارية والتقنية وذلك عن طريق الدعم الفلاحي وهذا الدعم يتمثل في المرشات المحوارية المضخات الغاطسة كذلك كل ما يخص الرأي الفلاحي الرفع من إنتاج الحبوب وتوفير هياكل التخزين أهداف تسعى الوصاية إلى تجسيدها من خلال الإستراتيجية الوطنية لتحقيق الاتفاق الذاتي وضمان الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر